في أحمد النوردين هناك إزماء وتوتر الوضعية في خليجة عمان وأهم البلدان المعينية بهذا الأمر هم البدوان الخليج بولايات المتحدة وإيران ما هو رأيكم؟ ما وقع أمس من اعتداء على ناقلتين نفط تحميلان نفط موجه لطايوان واليابان هو خطوة إضافية وحلقة في المسلسل التصعيد الذي يجري في المنطقة منذ فرض الحصار على إيران من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الصراع الذي يجمع من جهة الولايات المتحدة وحلفائها في الشق الأوسط وخاصة السعودية والإمارات في مواجهة إيران ولكن ما يعقد ما وقع الأمس وهو إنكار إيران لعلاقتها بالتفجيرين وفي نفس الوقت بعد سويعات فقط من الحادث بومبيو وزير خارجي الأمريكي أكد على أن الولايات المتحدة تملك حتى الصور بعض الجنود الإيرانيين وهم يضعون ألغاما في الموقع التي وقع فيها الانفجار كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ السؤال الكلاسيكي الذي يطرحه جميع المحللين وهو من المستفيد؟ حينما نعرف المستفيد يمكن أن نحدد الجهة التي نفدت يمكن أن نتناول الأمر من خلال ثلاث قراءات القراءة الأولى أعتبرها سطحية وهي الجارية والشائعة وهي أن إيران هي المستفيد بحكم أنها محاصرة ولا يمكن أن تصدر نفطها وبالتالي فهي تقول علي وعلى أعدائي وهناك تصريحات لقيادات في الحرس الثوري الإيراني وبعض القيادات السياسية التي تدعم هذا الموقف بحيث أن إيران يمكن أن تكون قد هاجمت من أجل أن تحد الملاحة الدولية خاصة النقل النفط لهذا المضيق الهام الذي يتمر منه 40% لا ننسى من صادرات النفط العالمية من هذا الموقع ولكن هذا الرأي يمكن أن يسقط بسببين الأول وهو أن إيران لا يمكن أن تعطي الحبل الذي ستشنقها به الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الأمن لأن اعتداءها على الملاحة الدولية في ممرات دولية محمية بالقانون الدولي سيعطي المجلس الأمن لحق التدخل من خلال الفصل السابع واستعمال القوة حتى ضد إيران ما هو المخاوف لدول الخديجية مثل العربية السعودية والإمارات والحرب في اليمن؟ هي الأمور مرتبطة إيران ربما الأخطاء التي ارتكبتها في اتجاه السعودية وهي أنها وضعت السعودية في موقف حرج حاصرتها من الجنوب مع اليمن حاصرتها من الشمال الشرقي مع العراق بتواجد الإيران في العراق عن طريق بعد إسقاط صدام وبتواجدها أيضا في سوريا وميجر هناك بضعفة الحزب الله في لبنان إذن السعودية حست نفسها لأن لديها أقل حوالي 2 أو 3 مليون شيعي في المنطقة الشرقية النفطية يعني هناك عوامل عدة تجعل من السعودية تتخوف أشد ما يكون من التوسع الإيراني في المنطقة وهذا ما دفع ربما السعودية إلى تشديد لهجتها والتصعيد تجاه يعني ربما كان التصعيد من أجل دفع إيران لرفع يدها عن هذه الملفات اليمنية والسورية واللبنانية والعراقية ولكن ربما التصعيد أدى دورا مفعولا عكسيا في إطار أيضا يعني موازين القوى الروسية الصينية الإيرانية وأدى إلى هذا التصعيد الذي نشهد اليوم الذي قد يؤدي فعلا إلى حرب حقيقية في المنطقة تكون في خدمة القوى العظمى التي تبحث عن مبررات لزيادة نقول الزيت في نار اقتصاد اقتصاديتها ما هي الانعكاسات التي ربما يكون المغرب متضررا في هذه القضية؟ وانعكاسة على المغرب مباشرة يعني بعد ساعة ربما من إعلان عن حادثة تفجير في بحر عمان ارتفعت أسعار النفط بحوالي 3% يعني ونحن نعرف على أن الاقتصاد على فاتورة الطاقة أو استيراد النفط والغاز بالنسبة للمغرب تشكل عبءا كبيرا على الميزانية تشكل حوالي 16% من قيمة الواردات المغربية تشكلها الطاقة وبالتالي يمكن أن نعتبر على أن أي زيادة أو أي تصعيد هناك سيؤدي مباشرة إلى ناقل شداد الخناق على الميزانية المغربية ولديها انعكاس أيضا غير مباشر وهو أنه ارتفاع أسعار النفط تيؤدي إلى تصعيد النظام العسكري الجزائري في سياسة العدوانية ضد المغرب كما هو معروف ترجمة نانسي قنقر